السلام عليكم البنات كده الي الي بس عليكم اتمنى ان شاء الله يطاقكم هذا الفيديو تكونوا بخير و على خير دائما ان شاء الله وتكونوا في احسن حال والاحوال اليوم كيف تشوفوا معنا سنقدم لكم واحد البريوش تركي معمر كي يجي شي شي اكثر من رائع تبارك الله انتم كتشوفوا بعينكم كي يجي شي شي شبزاف كي يجي معلك تبارك الله راجع رائع وخفيف جدا مع الحشوات تبارك الله اللي غدي تشوفوا المقادر فيديالها شي حاجة جات رائعة شكلا وماذا قانت تبارك الله نتمنى يا ربي تجربوا ويعجبكم ونجح معاكم ان شاء الله كيف نجح معايا وتبعوني ان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخر باش شوفوا الطريقة كيفاش كان دير لي وشكرا لكم جميعا 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 وتنسو ناشا البنات وتنسوش تدعمونا وانشا اللي لا تنسوش من اللايكات وانشاء الله التعليقات انشاء الله كيف ترون معايا وأيضا شيخ من العنب ملقة السكرساندة و ملقة كبيرة الخمير و ملقة السكرساندة ملقة السكرساندة لدينا ملح يضيف دقيق نضيف كمية دقيقة أبيض نضيف نضيف تحريك حتى تجمع العجين تضيف حشوة طبعوة تضيف حشوة حشوة كمية تضيف حشوة كمية حشوة تضيف يكون خضراء نضع ملحة اضع زيتون اضع ريس كيف تشاهدون معايا غض رئيس واحد ما تكتروش بزجافة البنات كيف تشاهدون معايا نبقى مستمرين بالتحريك حتى تتبلينا هذه البصلة كانت لها ربع معلقة الإبزار هذه الحشوة البناتر نرت فيها البصلة وضرت فيها واحد شوية الكفتة كيف تشاهدون معايا نستمر المقطع يمكنك تحتوي على محترين سائل وضع بوحدته وضع كمية كمية بقصبر المعدنوس كمية واثيرة كمية واثيرة انتظر الجنة انظر الجنة لنضع العجين نضيفها نضيفها في سطح العمال ترغب الكمية نضيفها قررت بصفه قررت نصيدت معكم ومشاهدت سنقوم بإطلاق عجين سنقوم بإطلاق هذه الخطوط في حلوات الشكل سوف ترى في الفيديو سنقوم بإطلاق طماطم سنحتاج قليلا سنقوم بإطلاق طبيعة الحال نقوم بإطلاق الوصول سنقوم بإطلاق الملحة والإبصار والحبوب من الطحون الزيتون ممكن تشوفوا معي انا نضير واحد شوية صلصة في البريوش السيطان هذه الطريقة كيف مضح لكم في الفيديو نضيف واحد شوية صلصة للطماطم تباوز الوصف اضيفه اضيفه و اضيفه كيف ترونه اضيفه لا نسيت تباوز اضيفه تباوز اضيفه اضيفه و اضيفه 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 بل utiliser بنا البريوش يوجد اضيفه و ت Mango استعد البريوش yesterday pop اضيفه اضيفه اتهيت يوم يجد البريوش رائع لبناتها ورجال ديد بزاد بزاد نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله كيف تشوفوا معايا كان مقامتها مرة حتى نكمل كل الكمية اللي عندي سمحوا لي لا طولت لكم الفيديو رغربتكم بشوفوا كل مراحيل بعد ما كملت الكمية اللي قد نزيد الفرماج على البنات حتى هو والزعتر والزعتر قد يعطي واحد نسمة زوينة في البريوش وهذا هو عنده ثوائد صحية كثيرة وعندما دائما تدخلوا في الطيب رائع اندي الفرماج هنا كيف تشوفوا معايا كان دير الفرماج فرماج عندي مخلط تقريبا شوية فرماج حمار عادي والفرماج الموزاريلا كان وقا كان نعمر فوق من هذك البصلة دينا احساسا عمر كل شي كيف تشوفوا معايا كان بدكا نطويل هذو كل جواني بديالها وكان ضغط بصباعي هكا بش اللي عجينة تدخل في بعض اياته وكان بقام بستمرار في حلقة نجمع لها قاعدة جواني بديالها مع الضغط بطبيعة الحال كتبغي غير شوية ديال الخاطرة لبنات ضروري بعد ما كملت لجمعت لها الجواني بديالها كان عاود نخشيد صباعاتي في الطحين وكان عاود نغلق هذو كل جواني من زيان لما كنتيش ضغط على ذو كل جواني بو تخرج لك الحوشوة لهذا كان ننصي طائما ضغط على ذو كل جواني من زيان لش ما تخرج لك الحوشوة وكان مقام بستمرار على هذا الشكل كان نجمع ذو كل الطريفات اللي كاتشو في درنا الوسط كان نجمعهم كان نضيرهم على هات الشكل هذا نضيرهم خارجية تقطيع الحقيقات شجر هذه سقطة اللي صفحة نقام بالأخير sesleri كنت تشوفوا معي بعد ما كملناها تجعلها تشكل هذا طبيعة الحال غدين دهنوا لها الوجه ديالها بواحد الصفر ديال البيضة مع قطارات ديال الخل كنت تشوفوا معي غندل لها الوجه ديالها مزيان أراها إلى كنت الخميرة جدا لبنات رضغية كتخمر لكم إذا لم تتطعوا مرحلة تخمير مرة ثانية فوق عليها كنت تتخدم فيها وتتخمر و شعلت الفران يسخن بعد ماكملت زين ديالها سوى ضخلت الفران كنت تبقلت على الفران او مزيان ديال بال480 ضراجة من فوق و من لتحته و مني دخلتها طفيت له الفوق و خليت غير لتحتها شفتها مفخات من زيان و دخلها الطياب من زيان عادة شعلت لها الفوق باش يتحمر لها الوجه ديال البيض ما نحتاجوش ان نشعله للفوق حينت غادي يتحمر لنوله قبل ما يطيب و لهذا البنات دائما نشعله غير الفرنة يسخونه من بعد فوق و خليه غير لتحت لي مشاور بعد ما كملتها بدهين ديال البيض كنزيل لها ذو كل غير ذو كل الطرفة اللي سيبنه هم اللي كنزيل فوق منهم الحب السوداء زين اختياري البنات قدروا تديرو زنجلان ولا حبو بالخشخاش اللي بغيسوا يعني ذاك شي كيمقى اختياري لكم و انا كتافيت غير بالحب السوداء كتشوف معايا بعد ما زينت لها الوجه دياله كتشوفرها الحجم ديالها الضعف و انا خداما فيها و هي كتخمر فليها دخلتها مباشرة بعد ما كملتها دزين دخلتها الطيب كتشي حاجة رائعة لبنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم و لا تنسوا نشاء اللي بنات بالتعليقات ديالكم الزوينين و لايكات و لا تنسوا نشارك معنا في القناة اشترك مرحبا بي انا لا تصبحews و هالشكل دياليا كيف تيجي يا لبنات اا كيف كانتشوفوا معايا رجالة شها تبارك الله رائعة رائعة جدا انتمو كنشوفو بعينيكم عاطية لعين و زوينة كوالشيخ بي خفيفة و نفشوشها بززاف و نتمنى ان الاعجاب ديالكم و نشكركم جميعا لبنات لاني مشتركين معنا في القناة ولما مشتركين شكل كون شئ نشكركم جميعا ونتمنى ان شاء الله نتلقى في الفيديو الجديد ان شاء الله فورجة ممتعة